ريشارد بومبيو ميكو ريشارد بومبيو التوجه نحو حرب بين طهران وواشنطن بات أمرا محتما بحسب الصحف الأمريكية بعد أن استبدل الرئيس دونالد ترامب سقور البيت الأبيض بسقور أقوى وأشد يميلون نحو الحرب ضد إيران التي تمثل لهم أحد محاور الشر مجلة نيوزويك الأمريكية ترى أن الاتفاق النووي مع طهران أصبح لاغيا في الواقع وأن تصعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يحدث اضطرابا في الشرق الأوسط مع وجود مايك بومبيو كوزير الخارجية مشجعا أكثر على تناميغ رائز ترامب العدوانية وعلى الصعيد الدبلوماسي تشعر الأوساط الأوروبية بقلق من هذا الصراع لا سيما مع الحراك السياسي الصهيوني الذي أخذ منحا تصعيديا محرضا لأمريكا لمواجهة إيران بعد خطاب رئيس الوزراء بن يميني تنياهو في مؤتمر ميونيخ الأمني عندما حمل جناح الطائرة الإيرانية المدمرة وخاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواج ظريف في القول هذه تعود لكم لوحة تمثل مقدار الابتزاز الذي وصلت إليه إيران لكل من تل أبيب واشنطن جرأ الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب الذي قام بتسخيرها لخدمته وأطلق يدها في العراق والمنطقة توصلت أمريكا إلى هذا الخيار الأقل لمرارة بعد أن منيت بخسائر فادحة في العراق وأفغانستان حينها قرر بارك أوباما الانسحاب ووضع إيران كبديل لتملأ الفراغ فتكون طهران صديقها المؤقت الذي يحرق البشر والحجر وعدوها القادم الذي لا بد أن يسلم راية القيادة في المنطقة لتل أبيب وعلى أرض الواقع تقول صحيفة نيوزويك أن واشنطن تصير على غير هدى في هذه الحرب المحتملة مع طهران من تكرار استهداف جنودها في العراق وسوريا من قبل أذع طهران هذه التي بدأت ترى في تعامل ترامب مع مسألة استعدائها على أنه قضية مربحة حيث تبين أن إعلان بقاء أمريكا في سوريا والعراق وتقليص النفوذ الإيراني كان مجرد تصريحات لا أكثر وأن الميدان كان للقوات الروسية بينما أبقت واشنطن على قيادتها للشرق الأوسط من المقعد الخلفي